أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة هي الأساس الراسخ للتقدم الذي يشهده التعاون الثنائي في جميع المجالات نعم خاصة العسكرية والدفاعية لتحقيق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين والتي تحظى باهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه منوها سموه بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر الرفاع بحضور سمو الرائد بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة الفريق أول كينث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق حيث رحب سموه بقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق مشيدا بكافة الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار فيها كما تم خلال اللقاء استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة